اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وربي الفاضل الشيخ عبد الرضا معاش أهلا وسهلا بكم شيخنا أهلا بكم حياكم نناقش اليوم معا شيخنا موضوع الشباب والوقوع في شباك الحرب الإعلامية هل هناك دوافعة قائدية وراء استهداف الشباب إعلاميا بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلى على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ورحمنا بهم يا كريم الإعلام اليوم تحول بيد الدول العظمى والمؤسسات الإعلامية العالمية وعدها وسائل كبيرة جدا في التأثير اليوم العام الأساس في التأثير على المجتمع هي الحروب الإعلامية الحرب الإعلامية هي الحرب الآن المؤثرة والوسائل المتعددة بصراحة الغربيين اليوم يمتلكون أدوات كبيرة جدا ويعرفون كما يقال من أين تأكل الكتف عوامل التأثير على المجتمع وطبعا توجيهم الأول على المراهقين ثم على الشباب وجزء من عنده يتعلق بهذه الأفلام التي تشوفها الأفلام الأمريكية وهوليود اليوم تحولوا إلى مصنع للأفلام وكل سيناريو يكتبوا لا شك أن هناك وراء علماء علماء نفس واجتماع وتربية يعني يكون هادف ومستهدف شريحة يقين هذا هذا الشيء أكيد احنا اللحظة في الأفلام اللي موجودة طبعا هذه التأثيرها تأثير جدا كبير اليوم الإنسان يتعب من عملية التوجيه المباشر هذا التوجيه المباصر اللي هو فيس تو فيس الناس يتعبون من عنده يحتاجون إلى شيء مسلي واليوم هذه الأفلام وهذه الأفلام الرعب والأفلام اللي فيها قتال وقتالية وحربية وأفلام الغرامية بالنتيجة هذه اليوم قنوات أكون 24 ساعة أرض أفلام وهذه متابعة يعني صورة واضحة متابعة يمتلكون هذه الأدوات الأدوات المؤثرة في الأفلام في المسلسلات في البرامج يعني برنامج السر أكاديمي هذا واقع أمريكي صدره إلى كثير من دولنا وكثير من الدول أخذتها يعني استعملوه وبرنامج كان في وقته مؤثر جدا حتى كثير من الشرقيين تأثروا ونفس البرنامج صار في لبنان وصار في أربيل اليوم الخطر هذا خطر كبير جدا طبعا هذه وسيلة من وسائل هو التلفاز اليوم هذا الانترنت أيضا وسيلة إعلامية كبيرة جدا وهو نظام الأمريكا نظام الأمريكا الهيملة الأمريكية العالمية في الاقتصاد في السياسة في الإعلام في كل شيء الإعلام أيضا هم يمتلكون أدواتها وبأفضل ما يكون انظروا إلى المحطات الإخبارية العالمية انظر إلى الصحف الأمريكية العالمية انظر إلى وسائل الإعلام حتى الراديو حتى كل وسائل نشوف أنهم في قمة الاحتراف والمنهجية الموضوعية اللي عدهم التسويق الإعلامي عدهم جدا قوي التأثير عدهم مو بس التسويق يعني يعرفون كيف يؤثرون على أي شريحة لمن يوجهون هذا الخطاب فالراديو بيدهم تلفاز بيدهم الفضايات بيدهم الانترنت بيدهم الصحافة المجلات كلها موجودة في عدهم أيضا الكتب الكتب اللي تكتب اليوم في يعني اليوم لما تروح مثلا إلى مكتبة جرير من المكتبات المعروفة والمشهورة كثير من الكتب الغربيين تترجمها وتنزلها للسوق هذا يعني شنو؟ هذا يعني أنه المواطن العربي اليوم فاضي ما عنده شيء ومجبور لأنه ما عنده شيء مجبور أنه يأخذ من الغربيين اليوم المصطلحات العلمية والثقافية والتنموية كلها جاي من الغرب زي أن احنا وين اليوم مفكرين وين البحاثة وين هم وين المخترعين وين الناس اللي يعطوك مادة علمية حديثة حتى الجانب الإعلامي شوف هذا احنا مع الأسف أنه اليوم كله استهلاك استهلاك في الأجهزة الإلكترونية وفي الأجهزة الحديثة وحتى بالفكر استهلاك حتى بالفكر اليوم لما نروح مثلا أضرب مثال هذه مكتبة جرير أعداد كبيرة وهائلة من الكتب المترجمة عد يكتب أنه هذا الكتاب بيع من عنده باللغة الإنجليزية 16 مليون هذا 20 مليون هذا 80 مليون هذا 150 مليون يعني أرقام خيالية بالنسبة لنا يعني هذا يدل على أنهم يمتلكون ويعرفون اللعبة كيف تدار ومن أين تدار وكل اللوازم اللي تتعلق باللعبة الإعلامية وأسلوبها ومنهجيتها وبعد واضح هذا لما كيسنجر يخطط إلى 100 سنة بعد فلا بد أن تكون لهم أدوات الحرب اليوم حتى الحرب الحرب اللي يصير على الأرض بالمعارك اللي تقودها حرب إعلامية اليوم هذه الربيع العربي من هو اللي قاده الربيع العربي قاد الإعلام الفيسبوك اليوم كم له تأثير كبير في كثير من المجتمعات إلى تأثير لذلك البعض من الدول تحضر الفيسب تخاف من عنده يعني نقدر شيخنا نعبر عن الإعلام بصورة منطقية أكثر وضوح للمشاهد الكريم بأنه سلاح ذو حدين وسلاح ذو حدين يعني ممكن أن نستخدم الإعلام وسيلة للإصلاح وبنفس الحالة نحن أمام هجمة إعلامية قوية تستهدف الشباب هذا شيء طبيعي يعني هذا مو يعني احنا عاجزين هذا مو معنى احنا عاجزين ولكن اللي موجود هو لا بأس به ولكن لازم نحاول انطوره انطوره حتى نقدر نوصل إلى مرحلة إعلامية مؤثرة اليوم الإعلام له تأثير كبير اليوم الفضائيات له تأثير كبير اليوم حتى البعض من الشباب أصلا ما نشوف فضائيات نتقلوا اليوم إلى هذه الأجهزة الحديثة وهذه البرامج الموجودة بالموبايل والأجهزة الذكية بدأوا الناس حتى التعامل لازم تغيره أنت اليوم الإنسان الذكي اللي يفهم الإعلام كل مرحلة نشوف الكتاب الورقي منتهى صح الناس بدأت تبتعد عن الورق ولكن منتهى ما زال موجود هذا مو معنى أنه ما نهتم بالكتاب الورقي ونهتم بالكتاب الإلكتروني فقط هذا السلح هذا وحدين هذا الشيء احنا منتهمنا عنده ولكن اليوم كلامنا هذا أنه الغرب الذي يمتلك هذه الأدوات المهمة في الإعلام وعدى هذه الوسائل الكثيرة أحنا اليوم وين موقعنا من الإعراب إعلاميا شنو عدنا احنا اليوم هذه فضائياتنا الفضائات الإسلامية والشيعية هل تؤدي المطلوب؟ أصلا فعلا هذه الفضائيات هي قاعدة توصل الرسالة بصورة كاملة أو أن هناك جوانب كثيرة وهو هذا الصح أن هناك جوانب كثيرة في فكرة أهل البيت وتاريخهم وسيرتهم وأقوالهم وفكرهم والعقائد اللي وردت عنهم سلام الله عليهم ألا الآن الناس لم يطلعوا عليها وهناك تقصير إعلاميا نحن نحتاج ناس أهل خبرة في هذا المجال توصف هذا بعجز أو غياب غياب هو غياب وتعاجز يعني اليوم نحتاج ناس مختصين كل إنسان يعني لأعلام أكو ناس ذوي اختصاص أنا أشجع أنه الإنسان العالم كل اليوم على أهل الاختصاص هذا إنسان خبير اقتصادي مو أشي لا يخليه بالسياسة هذا عنده خبير في النفط مو أشي لا يخليه في المختبرات يعني كل إنسان إلى دوره إلى رسالته إلى تخصصه الخاص اليوم الإعلام إلى رجاله شوفوا اليوم مثلا الآن لما نتنظر إلى مثلا هذه الألعاب الألعاب البلايستيشن بلايستيشن اليوم الألعاب هذه موجودة ومؤثرة وتأثيرها كبير جدا على الأطفال وحتى على المراهقين السؤال هذا أنه إحنا ما قدرنا نسوي بلايستيشن بلمستوى المطلوب ولكن في المقابل نحاول أن نوجد بدائل إلى أبنائنا وإلى شبابنا حتى أنه لا ينجرفون يعني اليوم الكثيرين نجرفوا بهذه المكنة الإعلامية الغربية الواسعة والثقافة اللي عندهم بالنتيجة حاق باطل أسلوب بالنتيجة واحد أسا واحد يقول يقول هؤلاء عندهم أدوات زهر ما يخالف عندهم أدوات يعني نبقى مكتف الأيدي انتهى الموضوع أنا أعجز أعلن عجزي وما أقدر أسوي شيء اليوم بالنتيجة لازم نقعد نفكر ونحاول بالوسائل المتاحة أرجع وأقول هالكلمة بالوسائل المتاحة أنا ما أقول تعالى صرف ملايين الدولارات ما عندك ولا أنا عندي ولا غيري عنده أحنا نقول بالوسائل المتاحة اليوم نحاول نوفر وسائل إعلامية متاحة بين يدينا حتى نحافظ على ما تبقى ما تبقى من شبابنا نحافظ عليه وإذا قدرنا نحافظ على هذه المجموعة هذه المجموعة بإمكانها أيضا تكسب الآخرين الإعلام اليوم حقيقة رسالة مؤثرة يحتاج من عدنا أن نتوجه إليه بكل قوة ونستعمل كل الأدوات الإعلامية للتأثر على الآخر شيخنا الفاضل هل هناك هدف عقائدي وراء استهداف الشباب يقين استهداف الشباب شوفوا اليوم يعني أكو ضربة مهمة ضربة قوية صارة متوجهة إلى الشباب في الجانب العقائدي اليوم العقيدة عقيدة الشباب مستهدفة أنتوا لاحظوا اليوم أكو فتن موجودة بالعراق فتن موجودة والذي سار وراء هذه الفتن مجموعة وشريحة كبيرة من الشباب يعني اليوم تنظر إلى أسماء موجودة ولا تيارات أنا الآن أبتعل عن ذكر أسمائها مجاميع موجودة هذه ومجاميع معروفة بظلالتها في الوسط الإسلامي في الوسط الإسلامي والشيعي أيضا ومعروفة أنها على ظلالة ولكن المشكلة أنه الشباب ماكو وعي ماكو ثقافة يعني هذا الشاب وعاء فارغ اجه واحد ثاني اجي عبالي الوعاء هذا وانتهى كل شيء اليوم هذول الشباب ليش لازم ينجرفون ليش اليوم عقائديا ابتعدوا عن مرجعيتنا وعن مراجعنا وعن علمائنا وصاروا يسوي قولهم أفكار أخرى مليئة بالفتن والانحراف هذا في جانب الجانب الآخر الإلحاد يعني اليوم أكو حركة إلحادية ولو أعتبرها البعض يهولها يقول كبيرة أنا حسب وجودي في الجامعات وفي أوساط الشباب أعتبرها حركة ضعيفة ولكن يتم التهويل إلها بالنتيجة الإنسان طبعا التهويل إلها إعلاميا إعلاميا نعم إعلاميا أكو تهويل أكو هناك إلحاد بالجامعات أنا أنرحت شفت شفت شيء الله شيء الله بسيطة جدا يعني كم واحد على علاجها نعم طبيعي يمكن علاجها بس أكو مشكلة إذا واحد مريض يتعالج يعني هو مريض وطوة دوة وما استعمله زين وأكو واحد ما بيشي شارسة شيء نهو جرح نفسه وش أسوي لأني هذا يعني واحد إذا كان هو بيعلى حشاك إذا واحد هو بينقص إذا هو مشكلة بنفسه أنا شلون أقدر أعالجه يعني معالجة اليوم أي قضية أي مشكلة يتم بالتعاون من الطرف الآخر يعني المريض يأخذ الدوة يعالج ويشفى ولكن هذا اللي هو مريض هذا اللي هو عنده مشكلة نفسية عنده مشكلة في سلوكياته في أخلاقياته في ذاته وهذا ما يريد أنه يصير في طريقة الصواب يعني شيخنا هذا اللي عبرت عنه بأنه ما يريد هذا ما ممكن إقناعه ممكن إقناعه ما هو أكو شغلة عندنا مشكلة العناد الإنسان المعاند أكو إنسان متعصب وتعصب أعمى هذا كل ما من وين ما تطلع لا يطلع لك بطريقة ثانية هذه مشكلة أكو واحد مع أنه أنا لا يعني عندي أمل كبير أنه أي إنسان واحد يقدر يهدي بس واحد يهدي وطارة بيوم وطارة بسبوع وطارة بشهر وطارة بسنوات يمكن هذا يريد لطولة بال كبيرة مشكلة المعاند أن الملحد معاند يعني ما يفتح باب للحوار إذا يفتح باب للحوار والنقاش والنقاش الموضوعي أنت إذا تكون عندك تعصب ما يخال خليك عنده تعصب ولكن خليه يفتح مجال للحوار الموضوعي يعني اليوم عندنا منقدمات منطقية الصغرى والكبرى تؤدي إلى نتيجة اليوم إذا الصغرى والكبرى ما قبلها أو قبل الصغرى ما قبل النتيجة أو قبل الصغرى والكبرى ما قبل النتيجة هذه مشكلة إحنا اليوم إذا نريد نقدم أدلة أكو أدلة موجودة ولكن إذا كان المعاند هو معاندا ومتعصبا وراسه يابس وما يقبل يغير رأيه وحتى إذا جبت له دليل يقول لك لا مو صحيح زيان هذا شنو تتناقشه يا أنت فإحنا عدنا مشكلة ألا مشكلة لذلك إحنا ندع شبابنا اللي أوقات فراغهم باليوم ولو صفحة يطالعون في القضايا العقائدية يعني عدنا مجموعة من الكتب مثلا ليالي بيشاور أو مثلا ثم هتديت أو المراجعات أو النص والإجتهاد أكو مجموعة من الكتب موجودة في العقائد وحتى أكو ملفات موجودة في الانترنت موجودة هذه الملفات وهذه الكتب موجودة متناول يد أنت الطالب الجامعي المفروض حتى لا تتأثر بالفتن الآخرين وأكاذيب الآخرين وإغوائهم ووسائلهم الإعلامية المتعددة يعني مثلا أعرف واحد من ذولة الوهابية من ذوي الذوي اللحة الطويلة والدجداش القصيرة هذا شي يسوي يطلع مثلا المادة يقول لهذا الكتاب هذا الكلام موجود بالكافي ويجيب لك صفحة من الكافي يقول لك شوف هذا في الجزء الثاني الصفحة كذا بالكافي أنت شوفه شوف الفونت والطباعة والخط والطريقة نفس الكافي بس هو كذب هو رايح منسوي جايب حديث منلفقة منسوي طباعة منضدة وطابعة نفس طريقة الكافي نفس التهميش نفس الفونت نفس الفونت نفس كذا مغير اللون ما لون جايبة إلى الناس فالناس هذة الناس من يرح يشوف الكافي ألا أنا أقول لك هذا الحديث موجود بالكافي كل واحد يشوفه يقول إيه فحش أكو واحد رح يشترني كافي أكو واحد رح يطلع عموما الناس من يرحون يطلعون فهذا كان أكو برنامج على البالتوك برنامج صوتي على البالتوك فقال يتكلم قالهم شوفوا هذة وثيقة تدول الشيعة هكذا يقولون بعدين هو طب بالبالتوك النظام مالته إنه يتكلمون يعني إذا واحد يتكلم الآخرين ما يقدروا يتكلمون نعم إلى أن إنه ينقطع صوت هذي الآخرين يتكلمون فهو قال شوفوا هذة الوثيقة بالكافي موجودة أنتم مثلا في حوض مثلا تحريف القرآن مثلا وإنتم الشيعة تعتقدون بهذا الشيء فهو شن الصور سبحان الله الله راجي فضحه شن الصور الصور أن المايك أغلق وتحول إلى آخر في حال المايك لم يغلق وكان مفتوح فهو يتكلم صديقه يقول أنا كذبت عليهم أصلا هذي ما وجده بالكافي وأنا مرتبه فدي يكلم صديقه انفضح انفضح أنه هذه كانت أصلا ما موجودة أنا من عنده لفقته وسويته وأله فضحه فأردقول هذا من كباره أردقول أنه اليوم الإعلام إلا تأثير جدا كبير الشاب إذا ما يروح يطالع ويعبئ نفسه ويحصن نفسه في الجانب العقائدي الصور أنه يتعرض إلى هذه الهزات إذا كان هو قوي في أساسه ما راح يقدر يوصل الصورة الصحيحة للآخرين نعم الشيخنا ذكرت في كلامك أنه تبادل الأدوار نعم وعدم وجود الكفاءة في القيادة الإعلامية كان سببها وقوع الشباب في شباك الإعلام يعني بالنتيجة أريد وضوح إحنا بالنتيجة شوفها اليوم اليوم عدنا إعلام نعم هذه الإعلام الفضائية جيد صار إلا الآن صار إلا صار إلا 12 سنة نعم عشرة بعد السقوط تقريبا نعم عشرة 12 سنة تاريخ هذه الإعلام الإعلام الشيعي اللي الآن منتشر هذا يحتاج إلى أهل اختصاص أكثر يعني نحتاج اليوم في قنواتنا الفضائية كلها بدون استثناء إلى معدي برامج ذو كفاءة ذو كفاءة يعني اليوم أكو معدي برامج وأكو من يضع خطة برامجية ولكن ما أكو كفاءات يعني مو أهل التخصص مو مجالة هذا لذلك تشوف القناة من حيث المجموع ما قاعد تأدي ديك الرسالة الأساسية اللي احنا نحتاجها تأدي الرسالة يعني ما شحالها ولكن الرسالة مهمة تبين العقيدة والمذهب وهذا اللي الهدف من وجود هذه القناة ما قاعد يبين لذلك نحتاج إحنا اليوم نحتاج وجود ناس لهم كفاءات هذا مهم جدا الكفاءة ومراقبة الآخر أنا شنو المشكلة عندي يصير إذا عندي قناة فضائية أقعد أشوف مثلا خمسين فضائية وشوف عملهم حتى الآخر حتى أعدائي شلون ذول أعدائي يسوون أفكارهم شلون يطرحون أفكارهم الطريقة اللي يستخدموها في موضوع الأفكار شلون كل هذا لازم احنا نحاول لذلك إذا أعطينا أهل اختصاص اختصاصهم وأهل الكفاءات أعطيناهم مجالهم أنا أصور راح احنا يكون أنه تقدم جيد يعني احنا عدنا مادة علمية كبيرة نحن المذهب الحق احنا العقيدة الحق موجودة معانا بس لازم هذه العقيدة نوجهها نوصلها نسوقها بصورة صحيحة حتى اليوم المجتمع يتعلم على هذا الشيء واليوم الشباب مسؤوليتهم هذه يعني الشاب اليوم مو فكرة بس بالكشخ مالته وبالطلعة مالته وبالأتكيت ويمشي على ستايل هذا بمكانة أيضا لازم أن تتثقف نفسك أيضا لازم أن تتحمل عقيدة قوية يعني هذا الجانب العلمي والمعرفي عند الشباب مهم وضروري الشباب غلطان إذا يصور أنه يا بس هذا مو شغلنا هذا ليش مو شغلك أنت يعني هذا شغل لمن شغل الكبار أو شغل مثلا الرجل الدين لا أنت الشاب حتى إذا كنت دكتور أو مهندس أو إذا كنت في أي مجال من تخصصات اللي عندك لازم الجانب العقدي والعقائدي ترف به وتعرفه وتطلع عليه وحتى تناقش الآخرين أنا شكسر أعرف من الدكاتر ومهندسين وأساتذ بالجامعات وماشاء الله يحمل رؤية في جانب العقيدة رؤية كبيرة ورائعة ويتمكن أن يوصل رسالة هذا اللي احنا نريد الآن نعم شيخنا من بين هاي الصراعات الإعلامية التي تستهدف الشباب لماذا الشباب إذن؟ الشباب لأنه هم أساس المجتمع المستقبل المجتمع هم الشباب الشريحة اللي الآن مستهدفة حتى اليوم الإعلام الآخر اليوم القنوات الفضائية ألمن يعني الأفلام هذه الأمريكية هوليوود ألمن يستهدفون يستهدفون الشباب ما عنده شغل ويا الشاعب يستهدف حتى الأطفال يسولهم رسوم متحركة ليش؟ وحتى المراهق يسولهم ألعاب يعني هذا من الطفولة ياخذه ياخذه اشتغل عليه إلى المراهقة إلى الشباب بعد يطيل مادة بصورة كاملة طبيعي اليوم الشباب الشريحة المستهدفة الأكثر لأن قيادة الأمة قيادة المجتمع بيد الشباب فطبيعي حتى رسول الله في الجانب الإيجابي رسول الله أول الذين آمنوا به من أم الشباب من الشباب يعني مصعب بن عمير منه كان؟ كان شاب بعثه إلى المدينة لما رسول الله صلى الله عليه وآله ذهب إلى المدينة وجد هناك في كل بيت تقريبا هناك مسلم من اللي دخل الإسلام للمدينة؟ مصعب بن عمير وكان شاب أو مثلا عتاب بن أسيد هذا أيضا الشاب وضعه واليا على مكة فقالوا اعترضوا على رسول الله كبار مكة شيوغ مكة ناس كبار العمر طبع علينا واحد شاب قال أن الأفضل هو الأكبر وليس الأكبر هو الأفضل رسول الله أعطى الأكفأ نعم المجال اللي رسول الله أعطى له الكفاءة أو حتى أسامة بن زيد اللي وله رسول الله على أكبر جيش متوجه إلى الروم منه كان؟ كان شاب أيضا رسول الله فيه مع وجود الأعمار الكبيرة أعطى مساحة مهمة للشباب فطبيعي كما في هذا الجانب الإيجابي اللاحظة أنه الحركة الشبابي حتى الإمام الحسين عليه السلام الإمام الحسين عليه السلام الثورة اللي كان فيه اللي يقاتلون أكثر من شباب لذلك يعني حبيبنا مظاهر كان شيخا كبيرا كان مميز لذلك يقال حبيب كان شيخا كبيرا مميز لماذا يميز بشيخ كبير؟ لأن العمو هما شباب نعم زين حتى فيه تاريخ الأمة الأمة كان يعتمدون على الشباب أكثر وحتى اليوم حتى اليوم اليوم ها بالإعلام اللي موجودة الإعلام الغربي يحاول يسرق شبابنا وفي بعض الأحيان تمكن والغلط هو بالشاب نفسه الشاب دائما يلقى اللوم على الآخرين ما حد ما قل لي ما حد ما وجهني أنت لش ما راح تتعلم أنت شاب أنت في مرحلة مو لازم دائما تلقى اللوم على الآخرين ليش ما علموني ليش ما قلو لي ليش ما وجهوني ليش ماكوا واحدة جحة ويايا زين أنت لماذا لم تذهب وتتعلم سؤال إذن هي مرحلة نقدر نقسمها شيخنا أكو أقسم من عدها ذاتية يوقع على الشاب نفسه وأكو مسؤولية مشتركة توقع على الأسرة وتوقع على المؤسسة التعليمية وتوقع على المؤسسة الدينية نعم هذه هي رسالة بالنتيجة الكل الكل مسؤوليتهم نحن اليوم بالنتيجة أنا شون أقدر أسوي اليوم شون أقدر أسوي بمقدار ما أتمكن نعم مثلا الآن عندنا برنامج نحن مجموعة من طلبة الجامعات نجيبهم إلى كربلاء لزيارة الإمام الحسين نعقد عدة ندوات حوارية هي هذه أنه وجاء للزيارة أيضا نعقد ندوات حوارية مع طلبة الجامعة الهدف هم واضع فكرية وهم ثقافية وهم دينية هم عقائدية يعني مختلف المواضيع تم طرحها ومناقشتها وأوام النقاش هو هذا بواحد من المجالات هذا واحد من المجالات اللي احنا نقدر نستوعب الشباب ونفتح له من المجال للنقاش وللحوار ولبيان ما فيه معتقدة وبالمقابل نحصنه أيضا لأنه الشاب يحتاج إلى تحصين أو الهجمة موجودة الهجمة موجودة ومستمرة وتأتي بألوان متعددة اليوم هذه مسؤوليتنا اللي نقدر عليها بشبابنا نحتويهم ونوجههم بالتوجيه الصحيح شيخنا المرجع الشرازي طرح حلا لكثير من مشاكل الشباب في قول سماحة السيد يقول لنحاول دفع الشباب باتجاه المواكب والشعائر الحسينية فهذه المسألة تحظى بأهمية كبيرة خاصة في عالم اليوم حيث تحاول وسائل الإعلام المضلة وبشكل واسع إغراء الشباب وجذبهم نحوها وعلينا أن نعلم بأن كل حسينية هي بيت من بيوت الإمام الحسين سلام الله عليه فالإمام سلام الله عليه أراد أن ينجي العباد من الجهل والظلال والتيه كيف يمكن تعزيز ذلك ويجعل شباب يستخدمون الشعار الحسينية وسيلة للخروج من شباك الحرب الإعلامية الموجهة ضدهم يعني اليوم فعلا الشباب من وين يتعلمون ثقافتهم الدينية نعم من الشعار الحسينية يعني أولا إحنا عدنا هذه المجالس والمنابر اليوم خير دليل لإيصال الرسالة إلى الشباب هي هذه المنبر المنبر الحسيني اليوم أفضل طريق هو من أجل إيصال رسالة أهل البيت وأن ننشر هذه الثقافة الدينية بين شبابنا هذا أمر موجود والكل متفق عليه لا ماكو واحد يناقش في هذا الموضوع الكل يتفق على أن الجانب العقدي والعقائدي إلى شبابنا اليوم المنبر الحسيني يؤدي دور جدا جيد وما أقول أنه يؤدي الدور بصورة كاملة ولكن بصورة جيدة يؤدي الدور هذا من جانب الجانب الآخر أكو شعار الحسينية طبعا هذه الشعار الحسينية ليست هي فقط في العشر الأولى من شهر محرم وأن ما فيه شهر محرم وصفر حتى بقية الأيام إقامة هذا المجالس نحن اليوم مثلا نحتاج إلى منتديات شبابية منتديات شبابية أسبوعية نصف شهرية شهرية يعني اليوم الشاب خليفكر أنه بعض الأوقات يروح إلى هذه المنتديات أو يحضر إلى المجلس أو يحضر في أي شيء يتعلق بي يقين شوف الشاب عند طاقة الطاقة هذه وين يصرفها لما يجي إلى المجالس والمواكب الحسينية وأداء هذه الشعائر جزء من الطاقة المهمة الموجودة عند الشاب تصرف في هذا المجال لما تصرف في هذا المجال يبقى هذا الشاب بالنتيجة عنده مكان يفرغ هذه الطاقة يفرغ هذه الطاقة اللي موجودة عنده وأيضا يستفيد من هذا الأمر يعني اليوم إحنا شبابنا لما يصير أي برنامج أي شعيرة من الشعارة الحسينية أصلا هذا مكان أنه تقدر تستوعب شبابنا به يعني اليوم شباب كثير معدهم يقول لك مجلس ما عندي خلوط ولكن موكب زنجيل يطلع به يا بك برنامج لطم يحضر به أو يقول لك يا بك أنا زنجيل ما أضر أو لطم ما أضر ولكن طبخ أنا أطبخ مثلا توزيع أنا أوزع بعض الوقات يقول له أنا طبخ ما أسوي هذا ما أسوي أمر آخر يسوي بالنتيجة الشعارة الحسينية تستوعب الشباب هذه نقطة كلش مهمة استيعابة للشباب وأيضا تفرغ طاقاتهم في نفس الوقت بإمكاننا طبعا هذه المسؤولين على الحسينيات والمواكب يتمكنون يستوعبون الشباب استيعاب جدا كبير ويغذون فكرة الشباب يعني اليوم أنا من الخطأ أن الشاب يعمل في الموكب ولكن أنه لا يمتلك عقيدة كاملة أو التزام الديني ضعيف لا الإمام الحسيني عليه السلام يريد من هذا الشاب الحسيني الذي يواكب مسيرة الإمام الحسين والذي يسير في شعار الإمام الحسين عليه أن يلتزم دينيا وعليه أيضا أن يصح العقيدة اللي عنده يعني هذه عقيدتنا نحن نوجه دعوة لكل شبابنا لكل شبابنا أنه أن يعطم نفسه شوية خليه يضغط على نفسه شوية هذه اللي ما ليخلق أضوج يا با وين أنا أفضل لهذا الشي خلي أفضي أفضي حالي أنه الجانب العقائدي في حياتي عقيدتي مع أبسط الأدلة مع أبسط الأدلة مثلا خلافة الإمام أمير المؤمنين ما جرى على السيدة الزهراء مثلا السجود على التربة الجمع بين الصلاتين الشهادة ثارثة في الأذان الجانب العقائدي المهم اللي في حياتنا يقدرون يأدونا بصورة جيدة وهذه الأدلة جدا سهلة ويسيرة في متناول اليد لازم اليوم أي شاب يتسلح بهذا السلاح بكرا لمن يسأل لا يقول أروح أسأل الشيخ أسأل السيد لا أنت عندك ولو جواب إجمالي بإمكانك أن تهيئ هذا الجواب وأن تجيب عليه شكرا لكم الله يبارك الشيخ خللت ضيفا كريما عليه وسلم شكرا لكم سادة المشاهدين على أمل اللقاء بكم في حلقات أخرى إن شاء الله حتى ذلك الموعد استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لكم شكرا لكم أحياكم الله اشتركوا في القناة